منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام وللمرأة في اليمن صورة مكررة تخرج فيها للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين لكنها بقيت صورة غير قابلة لتنفيذ مطلبه الوحيد بالإفراج عن عشرات المعتقلين لدى ميليشيات الحوث وبينما أصغى العالم بقوانينه ومواثقه ومجالسه لمطالب نساء خرجنا قبل مئة عام للمطالبة بتحسين ظروف العمل وجعل من ذلك اليوم مناسبة دولية للإحتفاء إلا أن مئات النساء في اليمن لم يلمسن ثمرة الاحتجاج وتقف المرأة في صنعاء وفي المدين الأخرى في انتظار أن يتغير قانون السجن ومواثيق السجانين وأن يحصن على حق رؤية أبنائهن المعتقلين بلا محاكمة ولم تجد المرأة اليمنية التي تعيش ظرفا استثنائيا طال أمده أي فارق في التعامل فما تزال مطالب المرأة المتصدرة للمشهد أن يفرج عن ابنها أو أن تكتفي برؤيته وقد زال أثر التعذيب من جسده ولا وجود لمطالب عرفها العالم قبل عقود وسعت النساء لنيلها وجعلها واقعا لا تراه المرأة اليمنية حتى اليوم